صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ثلاثة قرارات لسنة 2016 وقد نص القرار الأول رقم 7 على تعيين السيد خالد محمد حسن محمد مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية بشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما نص القرار الثاني رقم 8 على تعيين السيد انتصار ناصر نجم الرميثي مديرا لإدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة وجاء في القرار الثالث رقم 9 بأنه يعين السيد أحمد عبدالله سعدون مديرا لإدارة الشؤون الفنية للمناقصات في مجلس المناقصات والمزايدات